معي من البادية الشامية الملازم أول أبو الأثير الخابوري القيادي في جيش مغاوير الثورة مساء بخير أهلا بك معنا معركة قاسية ومعقدة هكذا توصف اليوم معركة المثلث السوري العراقي الأردني ما أحدث تطوراتها؟ مساء نور أتشكر قناتكم لاستضافتنا من معسكر التنف أتكلم جيش مغاوير الثورة المعركة قاسية بالفعل جدا ونحن الآن نتابع وجهتنا باتجاه الشرق حتى إذا تعرض النظام أو الميليشيات وهم يبعدون عن معسكر التنف حاليا تبع قوات النظام 42 كم تماما وتم رمي منشورات من قبل شركائنا التحالف الدولي بعدهم حتى 75 كم نعم ما الذي حدث بعد هذه المنشورات؟ تم رمي منشورات منذ يومين بدأ النظام بالإنسحاب لإبتعاد عن مواقعنا 75 كم مرورة 75 كم طيب والتحذير بالغرب هذا أيضا غير موضوع المنشورات إلى أي درجة يلقى صدى على الأرض برأيك سيد أبو الأثير أم هناك تصعيد تتحضرون له؟ نحن لنا خطة نسير باتجاه الشرق باتجاه دير الزور هذه الخطة موضوعة للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي إذا طرفت أي الميليشيات أو النظام طريقنا فسيتم التعامل معهم برا أو جوا طيب إلى أي درجة عندما نتحدث اليوم عن هذا الموضوع نتحدث عن مفروض عقد أبرمته القوات العراقية مع شركات أمنية لتأمين هذا الطريق البري وتعمل قوات الأمريكية اليوم على تنفيذه إلى أي درجة ستأتي ثمارها هذه الخطوة؟ أولا سيدتي القوات الأمريكية لا تعمل لتنفيذ هذا المخطط هذا الكلام عار عن الصحة وهم متواجدون معنا على الأرض في معسكر التنف وهم متابعين معنا وهم شركاء لنا في مشروعنا باتجاه الشرق ولم أسمع عن هذا الذي تقولينه لا يوجد وهذا الكلام عار عن الصحة نعم هو يعني لمنع هو العمل على منع فتح طريق بغداد دمشق على أي حال هدفكم المقبل سيد أبو الأثير هدفنا المقبل متابعتنا باتجاه دير الزور والشرق وأي شخص يقترب من معسكراتنا باتجاه الشرق باتجاه دير الزور سيتم التعامل معه برا أو جو أنا أشكرك جزيلا من البادية شامل الملازم كانت قوات النظام أو داعش أو داعش أو الميليشيات الملازم أول أبو الأثير الخبوري قيادي في جيش مغوير الزورة شكرا لك ترجمة نانسي قنقر